مرحبا بكم في قناة تاريخ بلاد أشور سنتحدث اليوم عن تاريخ الأشوريين في العراق قبل أن نبدأ هناك طلبات من متابعي القناة العزاء من أجل دعم القناة ففي جميع الفيديوات أضع في قسم الوصف روابط لمتجر القناة وحساب البيبال وطبعا أي دعم سيساعد كثيرا في تخصيص المزيد من الوقت للبحث وصنع المحتوى وتحسين نوعيته يختلف الباحثون على تفسير معنى اسم العراق فيفضل الباحثون العراقيون المعاصرون ارجع أصل اسم العراق إلى اسم مدينة أوروك السومرية القديمة على الرغم من أن هذه المدينة كانت مجهولة لآلاف السنين وبفضل المناقبين الأوروبيين تم اكتشاف هذه المدينة حديثا بالإضافة إلى جميع المدن السومرية ومدن بلاد الرافدين القديمة أما التفسير الآخر والأرجح فهو من تسمية عراق الفارسية التي تعني المناطق المخفضة فكانت بلاد بابل السهلية جزء من منطقة العراق الفارسية التي تفصلها جبال زاغروس إلى نصفين شرقي وهو في وسط إيران حاليا حيث الهضبة المخفضة التي تلي جبال زاغروس وسماها العرب بعراق العجم ويوجد فيها اليوم مدينة باسم أراق وقسم غربي وهو بلاد بابل الذي سمي بعد الغزو العربي بعراق العرب وفيها كانت مدينة سالوقيا التي بنها القائد المقدوني سالوقوس على نهر دجلة كعاصمة لمملكته في بلاد الرافدين عوضا عن مدينة بابل التي هجرت حينها واتخذ البارفيون والساثانيون هذه المدينة كعاصمة لإمبراطوريتهم وسموها قطسفون أو المدان وكانت هذه المدينة مقرا لبطريار كنيسة المشرق الذي عرف مقره باسم كرسي ساليق وقطسفون لكنيسة المشرق وهجرت هذه المدينة أيضا بعد الغزو العربي حيث بنى ثاني الخلفاء العباسيين أبو جعفر المنصور مدينة بغداد بالقرب منها وأصبحت منذ حينها عاصمة للعراق وأصبحت مقرا جديدا لبطاركة كنيسة المشرق ومنذ الغزو العربي في القرن السابع الميلادي اختفت تسمية بلاد بابل بشكل نهائي وأصبحت تعرف في اسم العراق الذي كان يشمل حينها المناطق السهلية بين الخليج العربي في جنوب وحتى حدود مدن تكريت والحديثة في الشمال وهذا ما توضحه خريطة المؤرخ العربي ابن حوقل الذي عاش في القرن العاشر الميلادي حيث لم تكن بلاد آشور جزء من أقليم العراق حينها فقد سمى الفرس بلاد آشور باسم آثورة وبعد غزو العرب لبلاد آشور استمروا في تسميتها باسم آثور وأحيانا آقور وكانت منطقة الجزيرة بين نهري الفرات ودجلة تعرف باسم جزيرة آثور وكان عياض بن غنم قائد الحملة التي استولت على آشور حيث انطلق من حمص في سوريا وهاجم منطقة الجزيرة التي كانت جنودها يحاربون إلى جانب البيزنطيين في سوريا لكن هجوم عياض بن غنم أدى إلى عودة جنود منطقة الجزيرة إليها حيث استولى العرب على الرقة في الأول ثم توجهوا إلى حران ثم الرهى التي عقد سكانها اتفاق سلام مع القوات العربية مقابل تقديمهم لجزية ثم استولى العرب بعدها على مدن صميصات وسروج ورأس كيفا ونصيبين وماردين ثم الموصل وأربيل ومن الموصل توجهوا شمالا إلى أرمينيا وهكذا وقعت بلاد آشور بالكامل بيد العرب عام 637 ميلادية وفي عهد الخلفاء الراشدين تدفقت القبائل العربية بشكل كبير إلى مدن بلاد آشور خاصة مدينة الموصل التي أصبحت عاصمة لولاية الجزيرة والتي كانت قرية آشورية أسسها الآشوريين الذين عادوا إلى نينوى بعد خربها في الحصن الغربي وكانت تعرف باسم ماسبيلة وسماها العرب الموصل واهتم الأمويين بشكل كبير بمدينة الموصل وولاية الجزيرة حيث كانت مركز جيوشهم التي تهاجم الأنضوب ونقل آخر الخلفاء الأمويين مروان بن محمد عاصمة الدولة من دمشق إلى حران وفي معركة الزاب في أربيل هزم العباسيين الأمويين وتشتد الأمويين بعدها وفي فترة حكم العباسيين تعرضت الكثير من مدن الجزيرة خاصة الموصل إلى الدمار والأهمال لوقوفها إلى جانب الأمويين وحكم ولاية الجزيرة إمارات عربية عديدة مثل الحمدانيين والعقيليين حتى بسط السلاجق الأتراك سيطرتهم عليها عام 1096 وفي عام 1127 أسس عماد الدين الزنكي الدولة الزنكية أو دولة الأتابكة التي كانت امتدادا لدولة السلاجق الأتراك وكان مركز حكمهم في مدينة الموصل وقد وصف البطريارك ميخايل الكبير حاكم هذه الدولة أتابك قطب الدين الذي توفي عام 1171 بحاكم الموصل وكل آثور ويذكر الموارخ العربي المقدسي البشاري الذي عاش في القرن العاشر الميلادي في كتابه أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم بأن الأقاليم العربية هي جزيرة العرب ثم العراق ثم آقور أي آشور ثم الشام ثم مصر ثم المغرب أي أن العرب حتى العصر العباسي اعتبروا العراق وآشور أقليمين منفصلين وهذا ما يذكره المطران أقليمس يوسف داود الموسلي مطران دمشق في كتابه اللمعة الشهية في نحو اللغة السريانية الذي طبعه في عام 1879 إذ كتب عن اللغة السريانية وقال بأنها لغة بلاد الشام والجزيرة والعراق وآثور وكذلك ذكر المؤرخ ابن العبري الذي ولد في عام 1226 بأن السريانية الشرقية هي لغة أهل جبال آثور وسواد العراق وكتب المؤلف محمد الخضري بيك في كتاب الدولة العباسية بأن العراق فيه ستة كور أو ما يشابه المحافظة حاليا آخرها في الشمال كور سامراء ومن مدنها ألمبار وهيت وتكريت أما شمالها فيقع أقليم جزيرة آقور أو آثور أو آشور وكانت منطقة الأهواز في إيران حاليا جزءا من أقليم العراق خاصة بعد استيطان القبائل العربية فيها فيذكر ابن خلدون في كتابه تاريخ ابن خلدون بأن الجيوش العربية بقيادة سلمة بن قيس الأشجعي التقت في منطقة الأهواز جموع من العاجم أغلبهم من الأكراد مما يدل على أن وطن الأكراد الأصلي كان في منطقة الأهواز وعندما فشلت مقامة الأكراد قتل منهم الكثير وتم سبيهم وطردهم من وطنهم فهكذا حصلوا على اسمهم فالكرد في العربية تعني الطرد فالتجأ الأكراد بعدها إلى جبال زغروس التي عرفت منذ حين بجبال كردستان حيث شكلوا تجمعات قبلية بدوية حافظت على ثقافتها الفارسية وديانتها الزرد الشتية لكن اعتنق أغلبهم الإسلام في العصر العباسي الذي شهدت السامح وانفتاح مع الأقوام العجمية الفارسية وبعد طرد سكان الأهواز من وطنهم استوطنت القبائل العربية فيها وعرفت منذ حينها باسم عربستان وكانت منطقة العراق ذات أغلبية مسيحية ففي حوض نهر الفرات الأسفل كانت مدينة الحيرة عاصمة لمملكة عربية شبه مستقلة تتبع النفوذ الفارسي وعرفت باسم مملكة المناظرة التي دخلتها المسيحية في وقت مبكر وكانت ديانة الأغلبية الساحقة لسكانها وملوكها وتبعت هذه المملكة المذهب النصوري اسوة بكنيسة المشرق ومنذ القرن الخامس أصبحت كنيسة الحيرة منتظمة تحت رئاسة اسقف أما في حوض نهر دجلة الأسفل فكان هناك مملكة ميسان التي أسسها الملك هسباوسنز عام 127 قبل الميلاد والذي كان تابعا للملك السلوقي أنتوخيوس الرابع وكانت مدينة خراكس عاصمة لهذه المملكة وكان سكانها خليط من البابليين والآرميين والعرب والفرس واليهود ففي هذه المملكة اعتنق الملك الأشوري إيزات الديانة اليهودية والذي حكم على حدياب بين عوام 30 إلى 36 ميلادية وانتشرت المسيحية مبكرا في هذه المنطقة حيث كان لكنيسة المشرق فيها عدد أسقفيات منها بيت هزاي وبيت لافات وبيت أراماي وكان في مملكتين ميسان والحيرة عدد كبير من الأديرة والكنائس التي ما زالت آثارها باقي اليوم ففي مدينة بغداد لم يخصص الخليفة المنصور حيل المسيحيين لكن قرب قصره قصر الخلد كان هناك قرية مسيحية اسمها العتيقة وكان فيها دير كبير وهو دير مارفثيون وتكونت في هذه القرية ضاحية مسيحية يعقوبية امتدت إلى جنوب غرب الكرخ بالقرب من باب المحول وأسسوا فيها كنيسة مارتومة وفي الرصافة تكونت ضاحية للروم والنصاطرة بالقرب من باب الشماسية وفي العصر العباسي دخلت كنيسة المشرق كنيسة الآشوليين وأغلب مسيحي العراق عصرا جديدا بعد الاضطرابات في العصر الأموي فقد استعانى الخلفاء والأمراء المسلمون بأتباع هذه الكنيسة للقيام بالإدارة والشؤون الاقتصادية وبفضلهم تعرف العرب على العلوم والفلسفات اليونانية وكان الأطباء والكتاب والمترجمين والإداريين المسيحيين في الدولة العباسية يقومون بدور السفراء لدى كنيسة المشرق وفي نهاية حكم الدولة العباسية ساءت أحوال المسيحيين بشكل كبير ففي فترة حكم الخليفة الناصر بين 1180 إلى 1225 ازداد نفوذ المتشددين المسلمين في الدولة الذين شجعوا الخليفة على طرد المسيحيين من الملاصب الرسمية في الدولة وعندما استولى صلاح الدين على أورشليم عام 1187 تبع ذلك موجة من الاضطهادات على المسيحيين فكتب البطريار كمار ميخايل كبير ما شاهده في تلك الفترة أن الكلام العاجز عن التعبير عن جميع الإهانات والمذلات والاحتقار التي سامها المسلمون للشعب المسيحي المضطهد في دمشق وحران والرهى وآمد وماردير والمصر وفي سائر أنحاء المملكة في عام 1258 سقطت الخلافة العباسية على يد هولاكو الذي أسس الدولة الألخانية المغولية واتخذ من المدينة مراغة في فارس كعاصمة له وعلى الرغم من أن هولاكو لم يستهدف المسيحيين في مجازره المروعة كون زوجته دقوز خاتون المسيحية النسطورية عملت على حماية المسيحيين إلا أن خلفاء هولاكو أصبحوا يميلون إلى الإسلام شيئا فشيئا فأغلبية المغول في غرب آسيا تخلوا عن ديانتهم الوثنية واعتنقوا الإسلام وعندما حكم الألخان محمود غازان بين 1295 إلى 1304 بدأ بالتهاد المسيحيين والبوذيين ففي أحدى القرارات التي حملت ختم غازان أمر بتدمير الكنائس وأسكات التراتيل وقتل كبار اليهود والمسيحيين حيث كانت كنائس أربيل قد دمرت حينها أما مسيحيين موصل فتمكنوا من جمع أموال كافية لرشوة حكامها لكي يعفوا عنهم وفي عام 1281 اختير يهوبالا الثالث ذو الأصل المغولي ليكون بطرياركا لكنيسة المشرق الذي نقل مقر الكنيسة من بغداد إلى مراغة لكن بسبب التهادات محمود غازان نقل البطرياركية إلى مدينة أربيل الذي كاد أن يقتل فيها خلال المذبحة التي تعرض لها الأشوريين المسيحيين الذين تحصنوا في قلعتها عام 1310 وفي عهد البطريارك تنخذ ثاني نقلت البطرياركية إلى مدينة كرمليس شرق الموصل ففي تلك الفترة تعرض الأشوريين المسيحيين إلى التهادات الشديدة اضطر بسببها بطاركة الكنيسة إلى نقل مقرهم بين الموصل وأربيل ومراغة وأرميا بحسب الوضع الأمني لكن أكبر كارثة شهد الأشوريين في تاريخهم كانت مذابح تيمور لنك قائد الأتراك المسلمين ومؤسس الدولة التييمورية التي كان مركزها في مدينة سامرقند في أواصل آسيا والذي اشتاح فارس والعراق وأشور وأرمينيا عام 1395 حيث استهدف المسيحيين بشكل خاص وبسببه كاد الأشوريين على وشك الانقراض بشكل تام لو لا فرار قسم صغير من الناجين إلى جبال آشور في منطقة هكاري حيث اختبه في أعالي الجبال والكهوف فكان الجيش تيمور يضرم النيران حولها مما يعدي إلى قتلهم حرقا وخنقا استمر خلفاء تيمور لنك على حكم آشور حتى عام 1452 عندما تمكنت قبائل تركية رعوية على حكم كامل إيران والعراق وأشور وأرمينيا حتى القرن السادس عشر عندما انقسمت دولتهم بين دولة الصفويين في إيران ودولة العثمانيين في آسيا الصغرى حيث انقسمت آشور بين هاتين الدولتين بعد وقوع معركة جالديران عام 1514 بين الطرفين وكان لمعركة جالديران تبعات كارثية على الآشوريين فعندما أعلن الشاه اسماعيل الصفوي المذهب الشيعي كمذهب رسمي لدولته في إيران كان هناك ردود عنيفة وثورات قامت ضده من سكان المدن الكبيرة ذات الأغربية السنية مثل مدينة تبريز لذلك استعان هذا الشاه بقبائل القز الباش التركية الشيعية التي كانت منتشرة في شرق الأناضول وشمال غرب إيران لدعم حكمه وللقضاء على أعدائه وفرض المذهب الشيعي على جميع سكان دولته وبمساعدة القز الباش استطاع أن يقضي على دولة الخراف البيض للأتراك الرعويين في شرق الأناضول التي كانت تفصل بين دولة الصفويين والعثمانيين وهكذا وقعت أرمينيا وأشور والعراق تحت سلطة دولة الصفويين أما سلطان الدولة العثمانية سليم الأول فقد أمر باستهداف جميع القبائل التركية الشيعية في شرق الأناضول حيث قتل حوالي 40 ألفا من القز الباش حتى يقضي على أي تمرد محتمل ثم عد حملة ضخمة في عام 1514 لمحاربة الدولة الصفوية حيث التقت طرفان في منطقة جالديران التي تقع قرب بحيرة وان في تركيا حاليا وقبل المعركة تواصل السلطان سليم الأول مع الشيخ إدريس البدليسي زعيم الأكراد السنة الذين اضطهدهم الصفويين في وطنهم في جبال زاغروس ووعد بحمايتهم مقابل مساعدته في هزيمة جيش قبائل القز الباش الشيعية التي كانت أساس جيش الدولة الصفوية وفي 23 آب 1514 وقعت المعركة بين الطرفين حيث انتصر العثمانيين بمساعدة القبال الكردية على الصفويين وقبال القز الباش وبالنتيجة نجح العثمانيين في ضم كامل شرق الأنضول إلى دولتهم بما في ذلك أشور وأرمينيا وكافأ السلطان سليم الأكراد بتوطينهم في مناطق القز الباش الأتراك في شرق الأنضول في أرمينيا وأشور على حدود الدولة الصفوية وعطاهم الحكم الذاتي حيث سميت هذه المنطقة بكردستان منذ حينها وتمكن السلطان سليمان بن سليم الأول من انتزاع العراق من الصفويين وبنى مدينة السليمانية على اسمه في شمال العراق حاليا لتكون مركزا حضاريا للأكراد السنة لمقاومة المد الصفوي في العراق ومن الجدير بالذكر بأن هجرت الأكراد من جبال زغروس إلى بلاد أشور تعود إلى العصر العباسي فقد انتشرت بعض القبائل الكردية حينها في أشور وأرمينيا والعراق وسوريا ووصلت بعض القبائل الكردية حتى مصر والسودان والمغرب وتمكنت بعض هذه القبائل من تأسيس إمارات قبلية لكن كانت السمة البارزة لهذه القبائل هي البداوة والترحال الدائم لكن موجة الهجرات الكبيرة التي تبعت معاركة جالديران التي كانت بمساعدة ودعم وتسليح العثمانيين مكنت الأكراد من إقامة إمارات قبلية دائمة كانت أبرزها إمارة قبيلة بابان في منطقة السليمانية وإمارة قبيلة سوران في منطقة أربيل وإمارة بهتان على نهر دجلة شمال الموصل وسكنت بعض القبائل الكردية في منطقة هكاري لكن كانت الممالك الأقليمية الآشورية هناك تسيطر بشكل كامل على هذه المنطقة ومن أبرزها أقاليم طياري ودخومة وجيلو وباز وديزن وبسبب الدعم والتسليح الكبير للعثمانيين للأكراد الذين كانوا أهم عناصر الجيش العثماني في محاربة الصفويين وأيضا الروس في القرن التاسع عشر استطاع الأكراد أن يتوسعوا ديمغرافيا على حساب الآشوريين والأرمن فقد كانت حياة الآشوريين طوال فترة الاحتلال العثماني عبارة عن حرب لا نهاية لها مع القبائل الكردية التي استغلت كل فرص الفوضى والحروب لاكتساب المزيد من الأراضي على حساب الآشوريين وكانت تهاجم قرى الآشوريين بقصد النهب خاصة في أوقات الحصاد وقطف الثمار وسط عدم مبالاة السلطات العثمانية وأحيانا بمباركتها كانت من أبرز هذه الاضطهادات تلك التي مارسها محمد الرواندوزي الذي حكم إمارة سوران الكردية في عام 1813 ويذكر المؤرخ الآشوري هرمز أبونا في كتابه الآشوريين بعد سقوط نينوى معلومات عنه حيث كتب هيمنى على الحياة العامة في بلاد آشور أي شمال العراق لمدة تزيد على العشر سنوات كتب عنه المبشر دوري توماس المعاصر عرف عنه تعصبه الديني واعتاد قلع عيون معارضيه وإن أياده ملطخة بدماء المسيحيين وكان محمد الرواندوزي يطمح للاستقلال بإمارته عن الامبراطورية العثمانية وأيضا توسيع إمارته على حساب مناطق الآشوريين حيث هاجم مناطق القوش والتلسقف والتلكيف والقرى المجاورة لموصل بتاريخ 15 آذار 1832 ويذكر الكاتب نبيل دمان وهو من أبناء القوش في كتابه الرئاسة في بلدة القوش بلغ عدد القتلى من الرجال فقط 370 رجلا عدى الأطفال والفتيات وقتل سبعة كهنة من القوش وثلاثة راهبات ورئيس الدير ويدون العراقي روفائيل بابو في كتابه تاريخ نصارى العراق وفي غضون 6 سنوات أو أكثر بين 1826 إلى 1832 كان محمد باشا أمير واندوز يعيث فسادا في المناطق الشمالية العراقية وقد قتل عددا كبيرا من المسيحيين ثم أقبل إلى القوش وحصرها واباد من سكانها خلقا كثيرا ووصلت مجازره إلى منطقة طور عبدين الذي قتل وخطف الكثير من سكانه وفي عام 1836 نجح العثمانيين في القضاء على تمرده وإيقاف مجازره المروعة التي راحض حياها الآلات وما أن أخمد تمرض محمد الرواندوزي حتى اشتعل تمرض آخر بزعامة بدرخان حاكم إمارة بهتان الكردية وحليفي نورالا أمير أكراد هكاري في عام 1843 الذين حاربوا والي الموصل العثماني محمد باشا للسيطرة على منطقة العمادية وطلب الأكراد مساعدة الأشوريين في تمردهم ضد العثمانيين لكن رفض الأشوريين ذلك فهاجم الأكراد قلعة العمادية في صيف 1842 لكن فشل هجومهم وألقوا باللوم على الأشوريين لرفضهم الاشتراك في هذا التمرد لذلك تحالف بدرخان مع نورالا مجددا في صيف 1843 لكن هذه المرة للهجوم على أشوري هكاري وسط عدم مبالاة السلطات العثمانية في ولاية الموصل وكتب الآثاري الإنجليزي الشهير هنري لايرد الذي كان حينها يقوم بالتنقيب عن الآثار الأشورية في نينوى ودور شاروكين عن هذه المذابح البربرية الوحشية في كتابه البحث عن نينوى حيث يقول وفي الحال رأينا آثار المذابح وكلما كنا نقترب أكثر كنا نصادف آثارها أكثر وأكثر حيث الجثث كانت ما تزال مترامية فوق الشجيرات أسفل الجبل وعدما اقتربنا من منحدة الصخرة كبيرة رأينا أنهم مملو بجدائل من شعر النساء تشدها الأربطة وقصاصات الأقمشة وكانت جماجم من مختلف الأعمار ابتداء من جماجم الأطفال رضع وانتهاءا بجماجم العجز العديمة الأسنان وكتب أيضا عن قصة أسر نساء منطقة طياري حيث يقول ذكرني جسر ليزان بقصة سمعتها عن بطولة عشر فتيات آشوريات من قرية سلسبيتو الطيارية عند عودة الأكراد بعد المذبحة الفضيعة للآشوريين قادوا أمامهم تلك الفتيات عبر هذا الجسر الضيق وفور وصولهن قاموا سويا بلقاء أنفسهن إلى النهر وغرقوا معا فضلنا الموت على العبودية واستغل بدرخان تشدت الممالك الآشورية حيث هاجم كل منها على انفراد واستهدف بشكل خاص الأقاليم الآشورية الكبرى مثل الأقاليم طياري ودخومة حيث دمر كثير من القرى وقتل الآلاف كما قاموا بسبئ العديد من النساء والأطفال الآشوريين الذين تم بيعهم كعبيد بعدات كبيرة في أسواق النخاسة الكردية خاصة سوق مدينة جزيرة على نهر دجلة حاول الآشوري هرمز رسام الذي كان مساعد هنري ليالد وعمل كديبلوماسي في وزارة الخارجية البريطانية أن يستعمل نفوذه لدى والي بغداد نجيب باشا للضغط على بدرخان لإطلاق صراح الأسرة بمن ضمنهم أقارب بطريار كنيسة المشرق الذي كان قد التجى إلى مدينة الموصل غير أن محاولاته لم تؤدي إلا إلى تحرير حوالي 150 من ضمنهم أخت البطريار بينما تم توزيع البقية كغناء بين الأغوات الأكراد والأتراك واستمرت هذه المذابح حتى عام 1847 عندما أرسلت السلطات العثمانية جيشا للقضاء على تمرد بدرخان أدت هذه المجازر إلى مقتل أكثر من 10 ألاف أشوري كما استفاد العثمانيين من توجيه تمرد بدرخان نحو الأشوريين للقضاء على استقلالية الأقاليم الجبلية الأشورية وأيضا تدمير آخر إمارة كردية شبه مستقلة وحكم هذه المنطقة بشكل مباشر حيث قسمت بين ولايات الموصل ووان لم تتحسن حياة الأشوريين مع نهاية حكم الإمارات الكردية والحكم العثماني المباشر مع النصف الثاني من القرن التاسع عشر فمشاهد من واقع حياة الأشوريين نجد أصداءها في المؤلفات الأدبية للراهب الأشوري يوناند خمنايا الذي عاش بين 1832 إلى 1886 والذي عرف بشغافه بتعليم الأشوريين لغتهم الأشورية المحكية فقد كان ينتقل بين قرى قوتشانس وداركني ووالتو وسلابكن في هكاري إلى قرى سهلنينة ووزاخو مدينة جزيرة من أجل تعليم أبنائها وكتب عن الصعوبات الجمة التي كان يواجهها لتعليم شعبي حيث التخلف الثقافي والاقتصادي بسبب الحروب الدائمة والاضطرابات والاضطهادات وعدم الاستقرار الذي شهده أقليم هكاري بشكل خاص وألف هذا الراهب قصيدة عن موت أطفال قرية داركني الأشورية عام 1869 حيث كانت الطبيعة قاسية التي كان يعيش فيها الأشوريين في الجبال التي كانت ملجأ للأشوريين خلال جميع الاضطهادات والمذابح التي تعرضوا لها في تاريخهم يضاف إليها ظلم الجوار غير الجار والتفشي الأوبية والأمراض التي كانت تفتك بالكثير منهم خاصة الأطفال حيث كانوا يتمنون الموت سريعا وانتقد الراهب يوناء موقف اللامبالاة للسلطات العثمانية تجاه الأشوريين حيث يشير إلا أن الأشوريين موصل وبغداد لم يكن مواقعهم أفضل حالا من أشوريي هكاري وانتقد أيضا الأرساليات التبشيرية الغربية الكاثوليكية والبروتستانتية التي كانت تستغل معاناة الأشوريين فمع حلول النصف الثاني من القرن التاسع عشر كان المبشرون اليسوعيين والفرنسيسكان قد نجحوا بالفعل في كثكة جميع الأشوريين في نينوى وأربيل ودهوك تقريبا بالإضافة إلى أقلية في مناطق هكاري وأرميا فكانت هذه الإرساليات تقدم الرشاوي للسلطات العثمانية المحلية والقبائل الكردية لحماية القرى الأشورية وعدم مهاجمتها مما جعل القرى الغير محمية هدفا لهم وكانوا أيضا يقدمون المساعدات السخية للأشوريين بالإضافة إلى تأسيس مدارس ومستشفيات لهم لكن بشرط اعتناقهم للمذهب الكاثوليكي وكانت بداية هذا الانشقاق الكنسي في منتصف القرنة السادس عشر بعد انشقاق المطران يحنى سولاقة عن كنيسة المشرق حيث اجتمع في مدينة أربيل مع عدة مطارنا مشاقين قاموا بانتخابه كبطريارك بديل عن البطريارك شمعون برماما الذي عين بطرياركا خلفا لعمي شمعون الرابع الباصدي بعد ألغاء قانون الانتخابات لصعوبة إجراء هذه الانتخابات في تلك الفترة وتوجه يحنى سولاقة إلى روما ونال الشرعية من البابا يوليوس الثالث في تاريخ عشرون ثلاثة الف خمسمائة واثنان وخمسون بعد مباحثات طويلة تعاهد فيها بالانضمام لكنيسة روما الكاثوليكية وتم أعطائه ألقاب بطريارك الموصل وآثور وبطريارك للأشوريين الشرقيين والبطريارك الأشوري كما تؤكد وثائق أرشيف الكنيسة الكلدانية التي جمعها الأب الكلداني بطرس حداد وأيضا كما ورد في مصادر لاتينية عديدة من تلك الفترة وهكذا تواجد لكنيسة المشرق بطرياركين في نفس الوقت بطريارك كاثوليكي مقره في ديار بكر وبطريارك ويراثي مقره في القوش قرب الموصل وكانت غاية الكنيسة الكاثوليكية هي دمج كنيسة المشرق بالكامل مع كنيسة روما وكسب كنيسة تابعة لها تسهل الدول الأوروبية خاصة فرنسا لكسب انتهازات من الدولة العثمانية لحمايتهم كرعاياها والتدخل أكثر في شؤون الامبراطورية العثمانية لكن لاقل بطريارك المنشاق معارضة شديدة بين الأشوريين المشتقيين وأدت محاولات التبشير بالمذهب الكاثوليكي إلى قلاقل وفوضى كبيرة انتهت باعتقال السلطات العثمانية ليحنى سولاقة وعدامه في بلدة العمادية الآشورية عام 1555 وعندما أدرك المبشرين الكاثوليك استحالت أقناع جميع الآشوريين عملوا على تأسيس كنيسة مستقلة للآشوريين مشارق الكاثوليك وسميت بكنيسة بابل على الكلدان ويختلف الباحثون على سبب اعتماد هذا الاسم لكن من المرجح أنهم اعتمدوا أحدى ألقاب كنيسة المشرق القديمة التي شاعت عند الرومان وهي الكنيسة البابلية كون كنيسة كوخي في مدينة قاطسفون عاصمة بلاد بابل في زمن الامبراطوريات البارثية والساسانية كانت أول كنيسة بنيت في بلاد الرافدين وأصبحت هذه الكنيسة في القرن الرابع مقرا لبطاركة كنيسة المشرق حيث ما زال الكرسي البطارياركي لهذه الكنيسة حتى اليوم يلقب بكرسي ساليق وقاطسفون ويذكر في الكتاب المقدس بأن بابل كانت عاصمة للكلدانيين لذلك سميت كنيسة الأشوريين المشارق الكاثوليك باسم كنيسة بابل للكلدان وهو الاسم التي اعتمدته روما بشكل رسمي في عام 1830 عندما انفصل البطاريارك الكاثوليكي يحن الثامن هرمز بالكامل عن كنيسة المشرق وعلن البابا بيوس الثامن الشراكة الكاملة مع كنيسته جديدة مع العلم بأن جميع المنتمين لهذه الكنيسة هم أشوريون وينحدرون من بلاد أشور ولا علاقة لهم ببلاد بابل والكلديين القدماء ونجح المبشرون الكاثوليك أيضا في كثكة الكثير من الأشوريين السريان الأرثدوكس خاصة بعد اعتراف السلطات العثمانية بالكنيسة السريانية الكاثوليكية ككنيسة مسيحية كغيرة من كنائس السلطنة ذلك في عام 1829 وخلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين حتى السقوط الامبراطورية العثمانية عام 1918 كانت أشور تنقسم بين ولايات الموصل ووان وديار بكر أما العراق فكان ينقسم بين ولايات بغداد والبصرة لكن تغيرت خارطة المنطقة بشكل كبير مع سقوط الدولة العثمانية التي ارتكبت الإبادة الجماعية الأشورية بين عوام 1914 إلى 1918 التي راح ضحيتها أكثر من ثلثي التعداد الأشوريين في ذلك الوقت أدت الإبادة الجماعية الأشورية إلى الهجرة الجماعية للناجين الأشوريين نحو الولايات الجنوبية للامبراطورية العثمانية التي وقعت تحت سيطرة الحلفاء تحديدا بريطانيا وفرنسا فأغلب أشوري طور عبدين وماردين نزحوا نحو سوريا واللبنان التي احتلتها فرنسا أما الأشوريين الناجين من مناطق هكاري وأرميا البارق عددهم أكثر من خمسون ألفا قادتهم القوات البريطانية نحو ولايات بغداد واستقروا في بادع الأمر في مخيم البعقوبة عام 1918 وكانت حينها القوات العثمانية ما زالت مسيطرة على ولاية الموصل حيث كانت منطقة هكاري تابعة لها فشكل الأشوريين قوات عسكرية لتحرير وطنهم بمساعدة القوات البريطانية ونجحوا في طرد الأتراك من الموصل وأربيل لكن حلول فصل الشتاء وتخاذر البريطانيين أوقفت تقدم القوات الأشورية لتحرير جبال هكاري موطن أغلب هولاء فقد أراد البريطانيون استغلال أشوري هكاري لحماية حقول النفط في الموصل بدلا من السماح لهم بالعودة إلى بلادهم ففي 30 تشرين ثاني 1918 وقعت الامبراطورية العثمانية اتفاقية السلام مع بريطانيا معلنة هزيمتها في الحرب وطالب جميع الأشوريين من مناطق الموصل وهكاري وأرميا وطور عبدين بتعويضهم عن خسائرهم الفاتحة في هذه الحرب عن طريق تأسيس وطن قومي لهم في هذه المناطق التي هم السكان الأصليين فيها لكن أهملت بريطانيا وعصبة الأمم كل مطالبهم ففي عام 1921 قامت بريطانيا بضم ولاية الموصل إلى ولايات بغداد والبصرة وأسسوا المملكة العراقية بعد جلب فيصل ملك سوريا الذي طرده الفرنسيين منها وعينوه ملكا على العراق وهكذا انقسم وطن الأشوريين التاريخي بين دول تركيا والعراق وسوريا وإيران واستمر الأشوريين بالمطالبة بحقوقهم فقد طالب البطريارك الشاب مار إيشاي شمعون بأن يستقر الأشوريين النازحون في منطقة تهوك شمال الموصل متمتعين باستقلال ذاتي في ظل المملكة العراقية لكن رفضت الدولة العراقية هذه المطالبة على الرغم من أن ولاية الموصل ضمت إلى العراق بفضل جهود الأشوريين الذين طردوا الأتراك منها وقامت السلطات العراقية بشن حملات لتشويه سمعة الأشوريين فبين 1 وحتى 14 تموز 1933 أصدرت أكثر من 80 صحيفة بمقالات افتتاحية معادية للأشوريين وكانت البرامج الإذاعية رسمية تتهجم على الأشوريين وكانت تدعو إلى تجريدهم من سلاحهم وعدم توطينهم في منطقة واحدة وعطت الحكومة العراقية الأوامر لمتصرفية الموصل للإستعداد للهجوم على الأشوريين والاتصال بالقبال الكردية والعربية المسلحة لموازلة الجيش في هجومهم المرتقب والذي كان تحت قيادة الضابط الكردي بكر صدقي العسكري السابق في جيش الأثماني الذي تخرج من القرلية الحربية في إسطنبول وكان معاديا للغاية للأشوريين بسبب قتالهم للأثمانيين والأكراد خلال وبعد الحرب العالمية الأولى وعلى الرغم من معرفة البريطانيين في العراق بنواية الحكومة العراقية للهجوم على الأشوريين لكن لم تفعل أي شيء إزاء ذلك وفي 11 تموز اجتمع القادة الأشوريين مع الممثلين من الحكومة العراقية بحضور المستشارين الإنجليزي وعرضت الحكومة العراقية أن يتخلى الأشوريين عن جميع الأسلحة التي يملكونها ويتم أسكانهم في أماكن بعيدة عن وطنهم لتفريقهم ومن لا يقبل بذلك عليه مغادرة العراق انقسم الأشوريين النازحون بين موافق ورافض للاتفاق فقد قبل قسم منهم تسليم السلاح والسكن في مناطق التي عرضتها الحكومة أما القسم الرافض فقد فضل مغادرة العراق متوجهين إلى سوريا لكن عند وصولهم إلى الحدود السورية قدمت السلطات العراقية طلبا إلى الفرنسيين في سوريا بتجريدهم من سلاحهم وإعادتهم إلى العراق وقام الإنجليز بالضغط على الفرنسيين للقيام بذلك وعلى الرغم من طلب الأشوريين بعدم تسليمهم للعراقيين لمعرفتهم بما سيحصل لهم لكن رفض الفرنسيون دخولهم إلى سوريا وبعد أن قطعوا نهر دجلة عائدين إلى العراق كانت القوات العراقية بانتظارهم حيث فتحت النار عليهم وبعد مقاومة شرسة تراجعت القوات العراقية بعد أن قتل المئات من الطرفين وتوجهت إلى القرى الأشورية التي سبق وانسلمت سلاحها ووافقت على شروط الحكومة العراقية وشنت القوات العراقية فيها مجازر مشينة بحق المدنيين الأبرياء فبدأوا في الخامس من آب 1933 بالسهداف جميع المدنيين الأشوريين العزل من دون تمييز وامتدت عمليات القتل والاعتداءات في عشرات القرى الأشورية في منطقة دهوك والعمادية وزاخو وضواحي الموصل ثم قامت القوات العراقية بنقل مئات المدنيين العزل إلى قرية السيميل كبيرة قرب مدينة دهوك ووعدوهم بحمايتهم تحت ظل العلم العراقي وفي العاشر من آب دخلت عشرات الشاحنات مليئة بجنود العراقيين الذين قاموا بإنزال العلم العراقي من فوق مركز الشرطة في سيميل وبدأوا بقتل الرجال بإسلوب الأعدام الميداني ثم اعتدوا على الأطفال والنساء الذين تعرض العديد منهن إلى الاغتصاب ويقدر عدد الضحايا بحوالي الستة آلاف ضحية دفنوا في مقابر جماعية كانت الأولى في تاريخ العراق الحديث ودمرت خمسة وتسعون قرية أشورية وعلى الرغم من نداءات البطريارك شمعون إلى الإنجليز وعصبة الأمم لكنهم لم يحركوا ساكنا وفي ثمانية عشر آب الف وتسعمائة وثلاث وثلاثون عقد الإنجليز لجنة للتحقيق في هذه المجازر وبناء المخيمات للناجين وإخراجهم من العراق وبمساعدة من عصبة الأمم تم نقل حوالي عشرة آلاف آشوري إلى سوريا حيث استقروا هناك في منطقة الخابور بعد مجزلة سيميل أدرك الآشوريين استحالة إيجاد حل القضية الآشورية لذلك تفاعلوا تدريجيا مع الحركات العربية والكردية المحلية لتحصيل حقوقهم الوطنية والثقافية أسوة ببقية المكونات فالمجتمع الآشوري في العراق هو مجتمع متنوع طائفيا وجغرافيا ففي منطقة نينة وشرق الموصل تنتشر قرواه بلدات الآشوريين الكاثوليك الكلدان والآشوريين السريان الأرثدوكس والكاثوليك ومن أكبرها بلدات القوش وكرامليس وتلكيف وبغديدة وبرطالة وغيرها وشهدت هذه البلدات توسعا واستقرارا والزهارا نسبيا في النصف الثاني من قرن التاسع عشر والقرن العشرين بعد انتشار البعثات التبشيرية الغربية في الموصل التي عملت على حمايتها خاصة خلال الابادة الجماعية الآشورية حيث لم يتعرض الآشوريين موصل لأي هجمات أو استهداف يذكر عكس آشوريين ولاية وان وديار بكر ومنطقة أرمي في إيران أما آشوريين هكاريو وأرميا النازحين فقد استقروا بشكل رئيسي في منطقتين أربيل ودهوك إلى جانب أبناء جلدتهم آشوريين تلك المناطق فقد أسس أبو بارطالة يوسف سلمان يوسف الحزب الشيوعي العراقي الذي عزز التحالف والأخوة بين الآشوريين والعرب والأكراد والقوميات الأخرى في العراق ففي أحدى بيانات اللجنة المركزية لهذا الحزب المنشورة في مجلة القاعدة يذكر أنه لا توجد بين العمال الآشوريين والكاتحين من القوميات الأخرى أي تناقض وأنهم جميعا متهضون ولن يستطيعوا التخلص من مصاعب الحياة والاضطهاد والاستغلال دون التحالف والنضال كما اهتمى الحزب الديمقراطي الكردستاني بالأشوريين منذ تأسيسه في الأربعينيات ففي وثاقه الحزبية المرسلة إلى السلطات العراقية تذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يضمن للأشوريين والقوميات الأخرى الحريات الدينية والثقافية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمسؤوليات المتساوية مع العرب والاكراد كما سيضمن لهم في المستقبل التمثيل في المجالس الدستورية والأجهزة الأخرى وفقا تعدادهم وفي عام 1958 وصل إلى الحكم حكومة الجنرال قاسم الذي أطاح بالحكم الملكي حيث قدمت هذه الحكومة المزيد من الحريات والمساواة ولاقت دستور مؤقت ترحيبا كبيرا بين الأشوريين والاكراد مما جعلهم هدفا للمتمردون أثناء عصيان الموصل في آذار 1959 ضد حكومة عبدالكريم قاسم في عام 1961 وقعت الترابات في شمال العراق حيث أدى هجوم قبائل زباري الكردية على قبيلة برزان الكردية أيضا ومن ثم على القرى الأشورية في منطقة صبنة وبرواري إلى تهجير 6000 أشوري من أراضيهم وفي العام نفسه ثار الأكراد في شمال العراق ضد الحكومة العراقية حيث قصف الجيش العراقي 500 قرية كردية بينها العديد من القرى الأشورية المجاورة وخلف 80 ألف إنسان دون مأوى ونكلت حكومة قاسم بالمنتفضين واتخذت من المدنيين كدروع مما ولد الحقد بين الأشوريين ضد حكومته لذلك اشترك الكثير من الأشوريين مع الأكراد في ثورتهم حيث برز من بينهم المقاتلة مارغريت جيوارغيس التي كانت تقود كتيبة ضمن قوات مصطفى البرزاني وبسبب ذلك دمرت القوات العراقية 150 قرية أشورية كانت تقع في منطقة المعارك منها قرية سورية التي ارتكبت فيها القوات العراقية مجزرة بشعة بحق سكانها المدنيين الأبرياء في عام 1969 حيث قتل 38 شخصا من سكانها وجرحها 22 أجبرت هذه العمليات 30 ألف أشوري على ترك منازلهم والاستقرار في بغداد وغيرها من المدن العراقية في عام 1968 وصل حزب البعث إلى السلطة حيث وضع الطرفان نهاية لحرب دموية ففي عام 1970 أذيع بيان من الرئيس أحمد حسن البكر عن توقيع اتفاق الحل السلمي للقضية الكردية وفي نفس العام أعادت الحكومة الجنسية العراقية للبطريال قمار إيشاي شمعون الذي طرد من العراق من قبل السلطات الملكية وفي 16 نيسان 1972 أتخذت الحكومة العراقية قرارا تاريخيا بمنح الأشوريين في العراق حقوقا ثقافية حيث أنزمت وزارة الأعلام بإصدار صحيفة باللغة السريانية اللغة الليتروجية للأشوريين وكذلك تأسيس اتحاد للكتاب السريان وقسما أشوريا في اتحاد كتاب العراق أيضا تقديم المساعدات المادية والمعنوية للكتاب والشعراء والمترجمين والفنانين والمجموعات المسرحية الأشورية وتقديم برنامج خاص بالأشورية في إذاعة وتلفزيون العراق وجعل اللغة الأشورية اللغة الأساسية في المدارس الابتدائية ذات الغالبية الأشورية وجعل العربية لغة ثانوية فيها وافتتاح قسم للغة والأدب السرياني في كلية الأداب في جامعة بغداد بالإضافة إلى تأسيس أكاديمية للغة السريانية في العراق وكان الأشوريين منخلطين بشكل كبير في المجتمع العراقي حيث أسسوا الأندي الرياضية ومنها النادي الآثوري الرياضي وأيضا برزوا في المجالات العلمية والأكاديمية والثقافية والاقتصادية وغيرها لكن اشتعلت الحرب مجددا بين الأكراد والحكومة العراقية عام 1974 حيث تخازلت الحكومة العراقية في تطبيق عودها وأيضا قام شاه إيران بدعم الأكراد الانفصاليين وفي عام 1979 تأسس أول حزب سياسي أشوري في العراق وهي الحركة الديمقراطية الأشورية التي طرح الشعار عراق ديمقراطي حر وطالبت بحقوق الأشوريين والاعتراف بالوجود للقوم الأشوري في العراق وشاركت هذه الحركة الأكراد في ثورتهم على حكومة البعث العراقية ورئيس السابق صدام حسين مما عرض أتباعها وقادتها إلى الملاحقات والعدامات ومن أبرزهم القادة المؤسسين يوسف تومى ويوبرت بن يامين ويوخنى إيشو حيث تم عدامهم في سجن أبو غريب في بغداد في ثلاثة أشباط عام 1985 وخلال الحرب الإيرانية العراقية بين أعوام 1980 إلى 1988 تعرض شمال العراق إلى التدمير الكامل واستخدام أسلحة محرمة دوليا أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وأدت إلى هجرة غالبية الآشوريين من أراضيهم بشكل دائم وأيضا استشد الآلاف من الآشوريين المجندين في جيش العراقي الذين حاربوا الجيش الإيراني الذي كان يضم أيضا الكثير من آشوري إيران والذين استشهد الكثير منهم بدورهم في تلك الحرب لكن أخطر ما تعرض له الآشوريين في العراق في القرن الواحد والعشرون هو سقوط نظام البعث على يد الاحتلال الأمريكي عام 2003 الذي تبعه الفوضى والأمنية وعدم الاستقرار وهجمات وتفجيرات إرهابية استهتفت أحياء وكناس الآشوريين وانتشار الميليشيات الطائفية الخارج عن سلطة الدولة وأيضا قتل العديد من الآشوريين بشكل عشوائي في بغداد والموصل إضافة إلى عمليات الخطف بدافع طلب الفدية وغيره من الاتهادات التي دفعت الغالبية العظمى من الآشوريين إلى الهجرة إلى خارج العراق خاصة سكان مدن بغداد والبصرة وبقية المحافظات العراقية جنوبية والحرب الأهلية الدموية التي بدأها تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2014 ضد جميع مكونات العراق كانت كارثة أخرى لم يستطع الآشوريين التعافي منها حيث هاجم هذا التنظيم الآشوريي الموصل وبلدات نينواء الآشورية التي كانت تعجب الحياة مما أدى إلى موجة هجرة كبيرة إلى خارج العراق ولم يعد إلى هذه البلدات بعد انتهاء العمليات العسكرية عام 2017 إلا أقلية صغيرة وفي شمال العراق حيث يدير الأكراد أقليم مستقل يعيش الآشوريين فيه باستقرار وأمان كبير مقارنة ببقية مناطق العراق لكن ضعف الاقتصاد والتجاوزات المستمرة على القرى الآشورية من قبل القبال الكردية الكبيرة التي تستولي على أراضي أملاك الآشوريين بشكل غير قانوني وسط تجاهل سلطات الأقليم في أغلب الحالات أدت إلى تقليص عداد الآشوريين فيه بشكل كبير فقبل فترة التسعينات كانت عداد الآشوريين في العراق يقدر بمليون ونصف المليون أما في وقتنا الحالي فربما لا يتجاوز المائة ألف شكرا لكم على المشاهدة ولا تنسوا الاشتراك في قناة تاريخ بلاد أشور لمتابعة كل جديد